بالأمس يمكن إدارة المسابقات في ربطة الأندية المحترفة يمكن أعلنت الأسابيع المتبخية من جدول الدور العام على فكرة الجدول كان معلن بالمباريات المؤجلة حتى الأسبوع الثلاثين ولكن في مباريات مؤجلة حتى للأهل والزمالك في الدور الثاني فتم إعلانها بشكل رسمي وتم تحديد جدول كل المباريات حتى الجولة الأخيرة اللي لسه يتحدد توقيت الزمني لإقامتها عشان لو فيه منافسة يكون فيه المباريات كلها تتلعب فيه توقيت واحد سواء في المنافسة على البطولة أو حتى في المنافسة على البقاء في المسابعة المباريات المؤجلة قدامكم على الشاشة هو يمكن يوم الاتنين 15-7 الزمالك والبلدية دي مباراة مؤجلة من الجولة 17 ومباراة فيويتشر والأهل يوم التلات 16-7 وده على أستاذ القاهرة الجولة الثامنتاشر فيه مباراة مؤجلة من المصري والأهل تتلاقيه بيوم الجمعة 26-7 والزمالك وبيراميدز أيضا في نفس اليوم الساعة 7 في نفس التوقيت الجولة التسعة تشر دي برضو مباراة مؤجلة الاهل وصيراميكا يوم الاثنين تسعة وعشرين سبعة والمأولين العرب والزمالك في نفس اليوم الاهل وصيراميكا في السادة القاهرة والمأولين والزمالك في استاد المأولين العرب كل دي مباراة مؤجلة على فكرة اهل وزمالك كمان الجولة الاثنين وعشرين الزمالك وامبي دي مباراة مؤجلة هتتلاعي بيوم الاثنين خمسة تمانية والجولة الثلاثة وعشرين الأهل عنده وراءة مؤجلة مع المأولين هتتلعب يوم ستة تمانية وزدة هيلعب مع الزمالك أيضا يوم الخميس تمانية تمانية في بقى مؤجلات الجولة 24 سموحة والأهلي والجولة 25 الأهلي وزدة طيب دي المباريات المؤجلة لما نروح كده لمباريات الجولة الواحد وتلاتين خلاص اتحدد معها هتتلعب في الفترة من عشرين سبعة إلى اتنين وعشرين سبعة الجولة ده الواحد وثلاثين الواحد وثلاثين من تلاتين سبعة لغاية اتنين تمانية دي مواعيد الجولات الختمية آخر أربع أسابيع اللي طبعا بتبقى معظم مبارياتهم بتتلعب قريب قوي من توقيت واحد الجولة الثلاثة وثلاثين من اتناشر تمانية لغاية يوم أربعتاشر تمانية الجولة الأخيرة الجولة الاربعة وثلاثين هتتلعب يوم ستاشر تمانية لغاية تمنتاشر تمانية وفيه مباريات في نفس اليوم وفيه مباريات مع فرقة تانية في نفس اليوم عشان المنافسة في البقاء والهبوط ومسألة كمال المنافسة على الصدر دي المباريات اللي في صالح النادي الاهلي وفي صالح الزمالك في المؤجلات اللي هتتلعب خلال الفترة اللي جاي طبعا باقي مباريات الاهلي مع مرسل كولر يلعب مع مين الساعة كام مباريات النادي الاهلي أكيد هيبقى فيها مشوار طويل جدا نبنتكلم على 15 مباراة في أقل من 45 يوم يعني ربنا يكون فعوني الجهاز الفني واللعبين مرحلة صعبة جدا 45 48 49 كتير يعني مطشط كتيرة في مدة زمنية قصيرة هي قدامكم كولر عارف انت كولر دلوقتي ما بين المطرقة والسندان يعني الصورة معبرة واللي نشرتها أو نشرها موقع سبورت 360 الصورة معبرة في معنى ايه؟ ان كولر ما بين المطرقة والسندان هنا على اليمين جدول وهنا على الشمال جدول مطشط والأهل السناء دي يعني ما كانش في رفاهية لعب دور إفريقي لغاية سيمي فاينال لعب سوبر إفريقي في السعودية لعب كاس عالم أندية في المملكة العربية السعودية تلات مباريات لعب في الإمارات كاس السوبر للأندية الأبطال مباراتين وكسب البطولة دوري أبطال إفريقيا 14 مباراة وبطل دوري أبطال إفريقيا دوري عام مركز تاني 45 نقطة ومتبق ليه 6-7 مبارات مؤجلة وبينافس لعبين دلوقتي مش أقل من 51 مباراة ولسه قدامنا كمان مش أقل من حوالي 10-12 مباراة ده لسه غير مباراة الكاس ايه ده؟ ايه ده؟ كتير كتير يا جماعة ومع ذلك الحمد لله نادي الأهلي ماشي في قطار الانتصارات لم يتوقف في أي محطة وبإذن الله لن يتوقف في أي محطة لأن انت مركز في الملعب وإحنا هنا تركزنا كله على الملعب والفترة اللي جاية مش هنتكلم إلا على الملعب ودور الفريق في الملعب ودور الجمهور اللي قبل كل ده اللي هيكون أكيد بإذن الله مساند للأهلي في كل المباراة بدءا من مباراة فارق يوم الجمعة اللي جاية دي كانت نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عن المؤجلات اللي تم إعلانها بالأمس باقي المباراة معاد مباراة بيراميدز في الدور الأول والدور الثاني فاصل ثم نواصل